اشتركوا في القناة وانخفاض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من عام 2020 بسم الله الرحمن الرحيم تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله وصل الرياض اليوم دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق في زيارة رسمية للمملكة وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقدمة مستقبل دولته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي وفور نزول دولته من الطائرة أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدومه فيما رسمت الطائرات السعودية علم جمهورية العراق الشقيقة في الجو وقد أجريت لدولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق مراسم استقبل رسمية حيث عزف السلمان الوطنيان للبلدين ثم استعرضا حرس الشرف بعد ذلك تبادل دولته التحية مع مستقبله كل من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشاري خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشاري خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكية الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ورئيسي مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل ميجرن أمين منطقة الرياض وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية كما رحب سمو ولي العهد بالوفد الرسمي لدولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار توجه سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق في موكب رسمي إلى الديوان الملكي بقصر اليمامة استقبل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيانا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق حيث سلم سموه لأمير دولة الكويت رسالة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود أيده الله كما نقل سموه تحياتي وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله فيما حمله صاحب السمو أمير دولة الكويت تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله وتمنياته لهما بموفر الصحة وتمام العافية وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها كما استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت في قصر بيان اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق حيث نقل إلى سموه رسالة شفهية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله كما نقل تحياته وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على السعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله لسمو ولي عهد دولة الكويت فيما حمله سمو ولي عهد دولة الكويت تحياته وتقديره إلى خادم الحربين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله وتمنيته لهما بمنفور الصحة وتمام العافية كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها واستقبل سمو شيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي في مكتبه اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الارهابي وذلك عبر الاتصال المرئي وبحثت المجموعة المصغرة للتحالف الدولي خلال الاجتماع تعزيز العمل والتنسيق المشترك في مواصلة القضاء على تنظيم داعش الارهابي وضمان عدم عودته لنشاطه ومكافحة ايدالوجيته التي تجلب الخراب والدمار للعالم وتأكيد على استمرار دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين ودعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة التنظيم الارهابي في العراق والسوريا أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الدوري لتواصل الحكومي أكد أن المملكة تواصل مسيرتها التنموية التاريخية في جميع القطاعات مشيرا إلى أنه منذ بداية هذا العام فقط تم إطلاق 11 مبادرة أو ذات أثر محلي وعالمي المملكة تواصل مسيرتها التنموية التاريخية التحولية الغير مسبوقة في جميع القطاعات وفي جميع المناطق وهذا فضلا من الله ثم بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة وإشراف من سمو سيدي ولي العهد فلو تلاحظوا من بداية السنة يعني في التسعين يوم الماضي فقط شهدت المملكة إطلاق وإعلان 11 مبادرة ومشروع ذات أثر محلي وعالمي لو تلاحظوا فقط في الأربع أيام الماضية فقط شهدت المملكة إطلاق أربع مبادرات نوعية ذات بصمة عالمية كما شار الدكتور القصبي في حديثه لأن برنامج صنع في السعودية سيعزز المنتج الوطني مؤكدا وصوله إلى 178 دولة حول العالم أيضا في بداية الأسبوع رعى يحفظه الله إطلاق برنامج صنع في السعودية ليعزز المنتج الوطني الغالي على قلوبنا والفخورين فيه يعني منتجنا السعود اليوم وصل إلى 178 دولة حول العالم وحول مبادرة السعودية الخضراء أوضح وزير البيئة والمياه والزراع المهندس عبد الرحمن الفضلي أن المملكة اكتسبت العديد من الخبرة لتنمية مصادر المياه وزراعة الأشجار وأن المبادرة ستشهد تحديات كبيرة ستتحول مستقبلا إلى فرص ومكاسب للمملكة خلال الفترة الماضية اكتسبت المملكة العربية السعودية خبرات جيدة في حصاد الأبطار، إعادة استخدام المياه وتنمية مصادر المياه عندما نتحدث عن 10 مليار من الأشجار، هذه العشرة مليار أولا ستخضر لدراسة جادة ومعمقة من أساتذة ومختصين في هذا الشأن جزء كبير من هذه الأشجار ستكون من أشجار المانغروف التي ستزرع على سواح البحر فهي ستروى بالمياه المالحة أو بمياه البحر نحن لا نعتقد أن هذه المبادرة ستمر دون تحديات، ولكن نعلم أيضا أن نحن إن شاء الله قادرين أن نحول هذه التحديات إلى فرص وإلى مكاسب للمملكة العربية السعودية وحول برنامج صنع في السعودية، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بدر الخريف أن قطاعات البرنامج الأربع ومسهدفاتها لا يمكن أن تتحقق إلا بشراكة حقيقية من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع البرنامج يعني بأربع كطاعات مهمة كطاع الصناعة والطاقة والثروة المعدنية والخدمات اللوجستية هذه الكطاعات الأربعة تهدف أن تعمل معا للتعظيم العائد الاقتصادي على هذه الكطاعات المجتمعة بإذن الله إلا أن هذه الكطاعات ومستهدفاتها لا يمكن أن تتحقق إلا بدور حقيقي وشراكة حقيقية للأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع فالحكومة ستكون هي المحرك من خلال السياسات والتشريعات والتوجهات العامة ومن خلال البنية التحتية والتمويل والممكنات المختلفة والقطاع الخاص هو الشريك الحقيقي في تنفيذ واستهدفات البرنامج أما المواطن والمجتمع فهم المستهدفين ببرنامج صنع في السعودية أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أن الأمم المتحدة تتابع باهتمام من الجهود الكبيرة التي تبدلها المملكة لتكثيف طموحاتها المناخية وعرب دوغاريك عن تطلع الأمم المتحدة بشدة لسماع المزيد من المملكة وأعضاء مجموعة العشرين في الثاني والعشرين من أبريل القادم خلال الاجتماع الذي يتم تنظيمه من قبل الولايات المتحدة بهذا الخصوص أبد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي إعجابه بمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأوضح أن صندوق الاستثمار الروسي يعمل بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين آخرين على تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسة المتعلقة بهذه المبادرة كما أفاد بأن روسيا ستواصل شراكتها الاستراتيجية مع المملكة في العديد من المجالات بما في ذلك المبادرة الخضراء وأوضح أن مجالات الشراكة بين البلدين تشمل عددا من المبادرات المهمة مثل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيجذب رؤوس أموال إضافية إلى الاقتصاد السعودي ويضمن المزيد من النمو والازدهار بلغ إجمالي وعدد الجرعات المعطال لقاح كورونا في المملكة أكثر من أربعة ملايين وأربعمائة ألف جرعة ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة وفي آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليصل عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 390 ألفا وسبع إصابات من بينها 5255 حالة نشطة معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة ومنها 693 حالة حارجة كما تم تسجيل 369 حالة تعافي جديدة ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 378 ألفا وثلاثة وثمانين فيما سجلت 6 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجبالي الوفيات 6669 حالة وفاة رحمهم الله جميعا ومن جهة أخرى أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 11 مسجدا مؤقتا في 6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 52 يوما 416 مسجدا تم فتح 396 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين قالت شركتا فايزر وبينتيك إن لقاحهما للوقاية من مرض كوفيد 19 آمن وفعال وإنه أدى إلى استجابات قوية بتكوين أجسام مضادة في الصغار بين سن 12 و 15 عاما الذين تلقوه الأمر الذي يمهد السبيل أمام الشركتين لطلب اعتماده للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة خلال أسابيع وعربت الشركتان عن اعتزامهما عن تقديم هذه البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كتعديل مقترح على تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ في الأسابيع المقبلة وإلى الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم على أمل البدء في تطعيم هذه الفئة العمرية قبل بداية العام الدراسي المقبل يذكر أن لقاح فايزر بينتيك مرخص حاليا في الولايات المتحدة لمن هم في سن 16 وما فوق طالبت منظمة الصحة العالمية بتحقيق أوسع لمعرفة مصدر التفشي فيروس كورونا وسط اتهامات لبكين بحجب بيانات متعلقة بهذا الشأن عن خبراء دوليين تابعين للمنظمة بعد أكثر من عام من ظهور وباء كورونا في مدينة وهان الصينية أعربت 14 دولة هي الولايات المتحدة و13 دولة حليفة لها أعربوا في بيان مشترك عن قلقهم حيال تقرير منظمة الصحة العالمية المتعلق بمنشأ فيروس كورونا وحثت الصين على السماح للخبراء بوصول كامل إلى كل البيانات الأصلية وكان مدير منظمة الصحة تيدرو سادانوم قد طالب بتحقيق أوسع جديد حول فرضية تسرب الفيروس من مختبر في الصين قائلا إن الخبراء الدوليين عبروا عن صعوبات في الوصول إلى البيانات الأولية أثناء زيارتهم لمقاطعة وهان التي ظهرت فيها أولى حالات المرض في ديسمبر عام 2019 رئيس وفد الخبراء الدوليين إلى مدينة وهان بيتر بين إمبارك قلل من أهمية موضوع البيانات موضحا أنه في الصين كما في أماكن أخرى لا يمكن مشاركة بعض البيانات لأسباب تتعلق باحترام الخصوصية ورجح احتمالية تفشي الفيروس بأنحاء وهان في وقت مبكر عما تم توثيقه مؤكدا أن البعثة شعرت بضغوط سياسية لا سيما من خارج الصين لكنها لم تتعرض لأي ضغوطات فيما يخص صياغة تقريرها أو إزالة بعض الفقرات المهمة فيه هذا التقرير كان قد تم تقديمه إلى ممثلين عن 194 دولة أعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيذ وسط استياء صيني من محاولة اتهامها بالضغط على الخبراء الدوليين بدون أي دليل نشرة التاسعة والنصف مستمرة ولكن بعد قليل أهلا بكم من جديد أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2020 والذي يظهر انخفاضا في معدل البطالة الإجمالي السعوديين إلى 12.6% نتابع في ظل الجهود التي تقوم بها المملكة من قرارات استباقية مما عكس تحسنا ملحوظا في سوق العمل وانخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين وغير السعوديين شاملة الذكور والإناث حيث أظهرت النتائج الهيئة العامة للإحصاء وفقا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي يجري بشكل ربع سنوي للسعوديين وغير السعوديين من 15 سنة فأكثر خلال الربع الرابع لعام 2020 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه أظهرت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان وانخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 12.16% وكشفت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة لإجمالي السكان إلى 61% وأوضحت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين إلى 51.2% الجهود التي تقوم بها المملكة بكافة قطاعاتها لمواجهة الأثار المترتبة على جائحة الكورونا التي ألقت بظلالها على جميع القوى العاملة في دول العالم كما كانت للقرارات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة نتائج إيجابية واضحة في الحد من التسرب الوظيفي وفتح المجال لفرص مختلفة أسهمت في تحقيق التوازن في السوق السعودي والمحافظة على القوى العاملة اعتمدت أمانة منطقة الرياض دليلاً مخصصاً لتصميم الجلسات الخارجية للمطاعم والكافهات على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز وللحديث أكثر ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية الزميل سهل الغانمي مرحباً بك سهل الجهود التي تبذلها الأمانة وأيضاً تصميم الجلسات الخارجية للمطاعم والكافهات على شارع التحلية هي لتحقيق مستدفات رؤية المملكة عشرين ثلاثين وبرامجها الطموحة طلعنا أكثر حول ذلك وخصوصاً أنك الآن متواجد هناك تحية أحمد لك ولمشاهدي السعودية هذا القرار الذي جاء تزامناً مع برنامج جودة الحياة الذي أطلقته المملكة العربية السعودية اعتمدت أمانة منطقة الرياض تعديلاً للتصميم الخاصة على مرافق طريق الأمير محمد بن عبد العزيز التحلية هذا الطريق الرئيسي الذي يعتبر وجهة لكثير من أهالي الرياض لقضاء أوقاتهم في أحد المطاعم والكافهات والمقاهي التي تزدحم بها هذا الشارع تعتمد دليلاً خاصاً لتصميم الجلسات الخارجية للمطاعم والكافهات وفق ضوابط تراعي تحسين المشهد الحضري وتنظم أشغال الرصيف وتحقق انسيابية أكبر لدى الحاضرين هنا في طريق الأمير محمد بن عبد العزيز هذا الطريق كما تشاهدون أحمد ويتشاهد المشاهدين الآن مزدحم ليلاً ونهاراً بالكثير من المرتدين التعديل هذا له أهداف رئيسية من أهمها الحد من التلوث البصري وصيانة الرصيف من التعديات التي تؤدي لتخريبه طبعاً أيضاً تحسين حركة المشاه في الأرصيفة بتهيئة خطوط حركة مستمرة وتحسين المشهد الحضري بتوحيد هوية وهيئة الفرش الخارجي للأرصيفة وتوضيح المتطلبات التصميمية لأشغال الرصيف بما يحد من ارتكاب المخالفات من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي هذه هي من الأهداف الرئيسية لهذا القرار الذي جاء ضمن برنامج جودة الحياة الذي انتهجته المملكة لتحسين ذميع مظاهر الحياة في المملكة العربية السعودية نعم إذن مراسل أخبار السعودية الزميل سهل الغانمي من طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض شكراً جزيلاً لك وفي الشارع العربي والعالمي حررت قوات الجيش اليمني مواقع استراتيجية في جبهة مقبن غربي تعز جنوب غرب البلاد وعدداً من التلال والمواقع الحاكمة وقطعت عدداً من خطوط امداد العدو وذلك عقب مواجهات خاضها مع ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانياً وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صوف الميليشيات وإلقاء القبض على آخرين علاوة على تدمير عربات وأليات قتالية لها وفي جبهة الكسار غربي مأرب لقي العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم وجرح آخرون بنيران الجيش الوطني ورجال المقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية وذلك بعد محاولة هجوم فاشلة قامت بها مجموعة من عناصر الميليشيا باتجاه مواقع عسكرية للجيش الوطني استعاد الجيش خلالها ثلاثة عربات مدرعة وخمسة أطقم قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الدخائر والأسلحة المتنوعة كما تم إعطاب ستة أطقم قتالية وثلاث مدرعات تابعة لتلك العصابة الإجرامية تشهد المساعي الغربية لإعادة النظام الإيراني للمحادثات بشأن برنامجه النووي تعثرا مستمرا رغم التنازلات التي تقدمها هذه الدول رغم المطالبات الغربية للنظام الإيراني بالعودة إلى طاولة المفاوضات لتباحث بشأن برنامجه النووي تواصل طهران تمنعها بغية ابتزاز تلك الدول الساعية لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجهود الرمية لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 ما زالت متعثرة رغم رغبة الإدارة الأمريكية الحالية مناقشة خطة أوسع للعودة إلى الاتفاق ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران تريد بالفعل الحديث وإن كان بشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة الآن أو ما إذا كان مرشدها علي خمنائي يفضل الانتظار إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في بلاده بعد أقل من ثلاثة أشهر طهران مستمرة في منوراتها السياسية من خلال إعلانها المتكرر بمواصلة انتهاك المزيد من انتزاماتها النووية ورفضها وقف تخصيب اليورانيوم إلى 20% قبل رفع العقوبات الأمريكية بينما تسعى واشنطن لاستئناف المحادثات هذا السعي أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض جينساكي التي أعلنت فيه رغبة الولايات المتحدة في تحديد طريق للوصول إلى عملية دبلوماسية رغم أن ذلك سوف يستغرق وقتا ويستبعد مسؤولون إحراز أي تقدم في وقت قريب خاصة في ظل استمرار النظام الإيراني في اتباع سياسات الخدع والمراوغة التي بات يعرف بها صادق الاتحاد الأوروبي على إدراج مسؤولين إيرانيين على قوائم العقوبات التي تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان وأشار إلى أن تنفيذ العقوبات الأوروبية سيتم تطبيقه على المسؤولين الإيرانيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومن المتوقع أن يوافق مبعوث والاتحاد على تجميد أصول هؤلاء الأفراد وفرض حظر على سفرهم على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ ويعد القرار الأوروبي الأول منذ 2013 المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تلقي واشنطن دفعة مالية من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات إرهابية سدفت مصالح أمريكية وقالت الوزارة في بيان إن الولايات المتحدة تلقت 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا في العام 1998 والمدمرة الأمريكية يو إس إس كول التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن في عام 2000 وأثنت الوزارة على جهود السودان البناء خلال العامين الماضيين للعمل معنا لحل هذه المطالبات العالقة منذ فترة طويلة وأكدت أن العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان تستطيع أن تبدأ فصلا جديدا الآن وقد أصبحت هذه العملية الصعبة وراءنا تأييد عربي واسع تضامنا مع مصر والسودان بشأن أزمة سد النهضة للتأكيد أن أمنها المائي جزء من الأمن القوبي العربي عربت دول عربية عدة عن تضامنها مع كل من مصر والسودان مؤكدة أن أمنهم المائي جزء من الأمن القوم العربي ومشددة على أهمية الوصول إلى حل يحفظ حقوق البلدين في نهر النيل يأتي ذلك تزامنا مع تحركات إثيوبية لمضي قدما بقرارها الأحادي وتسارى الحكومة الإثيوبية بالإعلان مجددا عن اعتزامها بالبدء في المرحلة الثانية من ملء السد الثاني على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولة المصب السودان ومصر حكومة أديسا بابا أزالت غابات بمساحة أربعة ألاف وثممائة وأربعة وخمسين هكتارا من الأراضي تمهيدا للملء الثاني لسد النهضة الخارجية الأثيوبية أفادت بأنها أبلغت المبعوث الأمريكي للسودان بموضيها في عملية الملء الثاني لسد النهضة في موعده وذلك المقرر بشهر يوليو وغصص المقبلين وفي ظل سعي مصر والسودان دبلوماسي للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونيا فيما يتعلق بعمليات السد وزيرة الخارجية السودانية مليم الصادق قالت إن الخرطوم دعت واشنطن للخراط في تفاوض مناء يلزم الطرف الأثيوبي بعد من الملء دون موافقة الأطراف المعنية ومشيرة إلى أن سودان لجأ للآلية الربعية لأن أثيوبيا تراوغ لكسب الوقت لإكمال عملية الملء الثاني لسد النهضة وفي وقت سابق قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن استقلار المنطقة بأسرها سيؤثر برد فعل مصر في حالة المساس بإمداداتها من المياه بسبب سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النيل ومشددا على ضرورة التوصل إلى حل فيما يخص أزمة سد النهضة بعيدا عن أي منهج أحادي وتزايدت مخاوف دولة المصب بالسودان ومصر خصوصا في ظل اعتزام أثيوبيا المضي قدما في خطة الملء الثانية لبحيرة السد وإعلانها إنجاز 79% من مراحل السد والذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار وبطاقة تخزينية تقدر بنحو 74 مليار متر مكاعد نشرتنا انتهت وهذه أبرز عنوينها خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسمو أمير دولة الكويت سمو ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء العراقي لدى وصوله الرياضة وانخفاض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من عام 2020 مشاهدين الكرام نشكر لكم كريم المتابعة ونذكركم دائماً بأن الالتزام بالتدابير الاحترازية هو الطريق الوحيد لمكافحة فيروس كورونا إلى اللقاء اشتركوا في القناة